وأوضح الرئيس السيسي أن حديثه يستهدف أن يكون المواطنون على علم بتفاصيل ما يحدث مؤكدا أن الدولة تعمل على الحفاظ على الأسعار كما أشار الرئيس السيسي إلى أن أسعار الطاقة في الدول الأخرى زادت بالنسبة مرتفعة مما أدى إلى زيادة متسريعة في أسعار السلع والخدمات بالتبعية النقاش ده الهدف منه أنك أنت تعرف يا مواطن أن كان قبل كده ثلاثة دولار وأربعة دولار وخمسة دولار للوحدة ماذا كده؟ بتاعة الغاز نهارتنا نتكلم في عشرين وواحد وعشرين دولار طيب أنت لو أنت الكهرباء اللي كانت بتولد وكانت أقل من تكلفتها بتبع للناس في الوقت ده اللي هي اللي بتتكلف أربعة دولار طيب لو أنت واحد وعشرين تسوي كم هنا بسجلوا للدولة أن ده أقصى حاجة ممكن نعملها عشان الأسعار ما تقفزوا وعشان نحافظ على ظروف الناس محدود الدخل ظروف محدود الدخل فأنا بس برجع مرة تاني للنقطة ديت وقول تصوروا تصوروا أننا كنا برا بيعملوا ماذا بقى؟ الموضوع على طول يعني الطاقة زادت الحاجة تزيد وبعدين ديتسمع بقى في كل المنتجات ووسائل النقل فتغلل حاجة فنستحس أنه فيه تضخم كبير احنا هنا ما عملناش ده